واحدة من الشهادات العظيمة الامرأة السامرية امرأة سامرية في بشارة يحن صحاح أربعة كان عندها خمس أزواج والسادس اللي معها مش زوجها تقابل معها يسوع عند بئر صخار يعني قريبة على نابلس أو اليوم هي في منطقة نابلس في فلسطين وهناك دار الحديث في أي أربع مكتوب عن يسوع كان لابد له أن يجتاز السامرة شعب السامرة كان بعيد عن الرب كان يسمى غريب الجنس وكان مكروه من اليهود وكان فيه عداء مع السامريين الرب يسوع كلمها عن الماء الحي عن الماء الحقيقي بتقول له كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية لأن اليهود لا يعاملون السامريين أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا فطبعا استمر الجدل بعدين قال في آية 14 ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا هون كلام يسوع فلن يعتش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية وبعدين نتكلم عن العبادة الحقيقية قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح يأتي فمتى جاء ذاك هو يخبرنا بكل شيء كانت تنتظر المسيح مع أنه عايش في الخطيه وبعيد عن الرب ولكن في قلب قلبها في صرخة بحث عن يسوع المسيح مشان هيك المسيح ما بيترك أي إنسان بيمحرث عنه قال يسوع أنا الذي أكلمك هو تركت الجرة وركضت إلى المدينة قائلة هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعلت العل هذا هو المسيح وفعلا أجد البلد كلها آمن أكثر جدا بسبب كلامه ثم قالوا هذه الشهادة عن يسوع لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم هو ليس مسيح اليهود فقط مسيح السامريين مسيح العالم كل الشعوب وكل الأمم ما تخلي الشخص يخدعك يقولك يسوع بس أجل بين إسرائيل لا المسيح مخلص العالم لأنه هكذا أحب الله العالم تعرف حبائي في واحد كان ملبوس شياطين في مرقص خمسة لاجئون يعني حوالي ستة لاف شطان ولما أخرج الشياطين قال لي يسوع أتبعك قال له يسوع بل اذهب وحدث بك مصنع بك الرب ورحمك وخبر أهل بيته وخبر في المدن العشرة اللي هي في الأردن تسعة في الأردن ووحدة في فلسطين اليوم فإذن وصل البشارة لأنه هاي الشهادة تستمر ترجمة نانسي قنقر